انتو عارسين النهار ده كام ولا لأ؟ او بالأدقة هو النهار ده ايه؟ هاتيجي النهار ده تقولي النهار ده 18 يونيو سنة عشرين واثنين وعشرين هقولك مظبوط يساوي ايه؟ ده مهم بقى قوي ومهم قوي انه حضرتك تبقى عارف ده كويس يساوي ايه 18 يونيو ده؟ ومهم جدا 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 بقى انه ولادك يبقى عارفين ده ايه؟ 18 يونيو سنة 1956 1856 ده كان جلاء اخر جندي بريطاني عن مصر تم توقيع اتفاقية الجلاء ومشي اخر جندي محتل الارضنة 74 سنة من 1882 وكان يوما اسودا في تاريخنا تم احتلال مصر من قبل الانجليز انا زاك يا عزيز يا عزيز كنت بتاخد انجليز لو تفتكروا ان ده الشهير ده او الصياح او الوتاف الشهير اللي كان بيتقال في شوارع مصر العظيمة الاحتلال زي اي احتلال في الدنيا بيبقى هدفه ايه؟ بيجي علشان يسيطر على منطقة يشوف في موقعها اهمية وطبعا بالنسبة لمصر ده او حاجة في منتهى الاهمية يعني اقوى موقع جيو السياسي تقريبا في العالم يعني وهستنفذ السروات يبدأ يسحب ويشفط في سرواتك وفي خيراتك وهكذا الاحتلال الانجليزي تحديدا مش بس كان كده ده بسببه راح مئات الضحايا من المصريين اتقتلت فيها الناس في بعض الاحوال في الشوارع مصر خاضت فيها لو تفتكر في 25 يناير معركة الاسماعيلية والملحمة العظيمة اللي عملتها الشرطة المصرية في مواجهة الجيش الانجليزي تعدي سنين ويجي سنة 56 ويمشي اخر انجليزي مجند من بلدنا يمشي باعتباره محتل بعد كده بقى تتحسن العلاقات ما تتحسنش تتحسن بعد كده بقى فيه تمثيل ديبلوماسي الاخ 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 خلاص وانتهت مرحلة ما لكن كل اللي اقدر اقوله لك الاحتلال سيظل دائما احتلال وتتنوع الاشكال والالوان اللي انا عايزك تعرفه انه ده يوم مهم جدا في تاريخك وبسبب هذا اليوم حصل بعد كده جلاء تاني سنة 68 من شبه الجزيرة العربية كان طبقا للعرف الانجليزي او المصطلح كان يسموها منطقة شرق القناة فخرج الانجليز بعد كده سنة 68 من منطقة شرق القناة بمصطلحهم البريطاني اللي هي منطقة الخليج العربي الان وبدأت الدول تتحرر هناك وتتكون فاتكونت دولة الامارات العربية المتحدة وما الاولى الاتحاد الاماراتي الشهير وتكونت دولة قطر وتكونت مجموعة الدول المستقلة باماراتها وممالكها وما الى ذلك بزعل قوي لما لاقي ناس بتتعامل مع فترة الاحتلال الانجليزي باعتبارها فترة كانت مزهرة في تاريخ الوقت يعني يقولك ايه مثلا في ناس كده يعني انا بسمي الناس دي لاقي ناس امبطاحية كده ناس منبطحين يقولك ايه ده ايام الاحتلال الانجليزي كانت مصر فيها وفيها ده مصر دي كانت عظيمة ده مصري مش عارف كانت من اقوى من ضمن الاساطير يقولك ايه انه في الفترة بتاعة الحكم الملكي انه كان الجنيه الورق المصري بجنيه دهب ده دي اسطورة بالمناسبة ده دي اسطورة دي حركة عملها الانجليزي علشان يسرقوا المخزون والاحتياطي الدهبي بتاعك حركة يعني